مرحبا طلاب إن شاء الله تكونوا بصحة وتمام اليوم راح نشرح الكارسونومة of the pancreas اللي هو موضوع مكمل للمنزمة مع pancreas اللي أخذناها بالفيديوهات السابقة احنا قسمنا المنزمة سويناها ملزمتين بس حتى تصير شوي أسهل عليكم لأن الموضوع طويل هاي المنزمة حتكون أقصر من قبلها يعني تقريبا 30 سلايد راح نكمل هن بفيديوين إن شاء الله فخلي نبلش نانا عدنا صور خلينا مع الأناتومي راح تفيدناها سفرد شوي كارسونومة of the pancreas طبعا هي مو كلش كومن مقارنة بباقي الكانسرات يعني إذا تجي تقارنها باللونغ كانسر it is much more common بس مع ذلك يبقى ال6th leading cause of cancer death in the UK ليش؟ ليش راح هي مو كومن ذات سبب هالقد وفيات لأن البروغنوسة مع الكارسونومة of the pancreas is very very poor يعني 85% من المرضى أو حتى أكثر من هاي النسبة يجون at presentation المرض مالتهم unresectable ما تقدر تسوي له عملية وأنه ما مجرد تسوي له palliation تخفف من أعراضة ويعني تنتظر حد ما المريض يفقد حياتك كل شي ما تقدر تسوي له فthis is why pancreatic cancer is a very important cause of cancer mortality بالعالم what are the risk factors of pancreatic cancer تقريبا من أهم risk factors اللي أدنى هنا الage والgender خصوصا إذا المريض كان elderly male elderly male ركزولي هنا إذا نشوف elderly male عنده painless jaundice اللي هي هاي المين سمتم of pancreatic cancer painless jaundice بس نشوف elderly male عنده painless jaundice هاي راح نعتبر حال pancreatic cancer until proven otherwise تمام أريدكم تسجلوا لهذه الملاحظة يمكن لأن مهمة فهسا عندنا الage والgender الرئيس همين ممكن يلعب دور نشوفه أكتر شي بالblack people الصيغرات سموكينغ همين مهم والصيغرات سموكينغ راح يفسره لأن ليش نشوف pancreatic cancer أكتر شي بالmale لأن معظم المدخنين هم يكونون male تمام إضافة إلى أكو other genetic factors and medical conditions همين تكون associated with pancreatic cancer أهمها هي chronic pancreatitis بعتبار أنه chronic pancreatitis هو chronic inflammation والinflammation مثل ما نعرف بالجسم يعني إذا أبقى الفترة طويلة احتمال يتحول إلى malignancy elhereditary pancreatitis أيضا مهم high-fed condition يعني نادرة وتكون يعني risk mark cancer بيها كلش عالي يعني 50 to 70 fold increase إضافة إلى الديابيتز الديابيتز همين كلش مهم فها هي المين risk factors of pancreatic cancer الage الجندر الرace cigarette smoking chronic and hereditary pancreatitis and diabetes and diabetes إضافة إلى يعني conditions أخرى يعني مو كلش مهمة pathology the most common histological type of pancreatic cancer is ductal adenocarcinoma وهاي الدكتر الادينocarcinoma ما أكثر شي نشوفها بالهد of pancreatitis تمام يعني هاي سواء في مال MCQ زين خلينا نتخيل هذا السيناريو مريض عنده chronic pancreatitis نفترض صار له فد 15 أو 20 سنة فجأة لاحظت عنده بالإيميجينج أكو فد ماس فإنت ذا تريد تعرف أن هاي الماس هل هي فد inflammatory mass صايرة بسبب الكرونيك pancreatitis أو لا سامح الله صاير أكو pancreatic cancer لأنه نحن الكرونيك pancreatitis مثل ما اتفقنا ممكن يتحول ماليغنانسي بعدين فتريد تفرق هل هاي pancreatic cancer لو inflammatory mass فش تجي تسوي تجي حتى أخذ biopsy مرات حتى هاي البيopsy مو كلش راح تساعدك بالdifferentiation لأن بوث pancreatic cancer and chronic pancreatitis احتمال نشوف بيهن fibrosis أوكي يعني بالhistology من تجي تحطها جوة الماكروسكوب فمو دائما تقدر تفرق بينهن عن طريق الhistology differentiation يكون difficult يعني نقطة فقط للفهم بالpancreatic cancer قبل يتحول الى invasive adenocarcinoma راح يمر فد مراحل ما تغير يصيحولها pancreatic intraepithelial neoplasia او للاختصار يصيحولها pan-IN اكو pan-IN1 وراها تتحول 2 وراها 3 واخير شي تتحول adenocarcinoma تمام؟ يعني هذا حمين المخطط فقط للفهم ما مطلوبة من عدكم تفاصيله زين اغلب الكانسر بالفنكرياس اتفقنا يكون الدكتل adenocarcinoma بس هم اكو انواع less common ممكن نشوفها خلي نجي نشوف شنو ذنين الانواع ممكن نشوف اكو cystic tumors وهي تجي على نوعين serous tumors and mucinous tumors السيرous tumors يصيحولهن serous cystadenomas وذن يكونن benign ومucinous tumors وذن يعدهن potential for malignant transformation حتى نحفظها ال-m مع المالignant ويه ال-m مع المucinous اوكي بس حتى تبقابلنا المucinous tumors بيها نوعين ال-m-c-n او المucinous cystic neoplasm وال-i-p-m-n اللي هي ال-Introductal Populary Mucinous Neoplasm فهذا صار عدنا ثلاثة يوم الزهنانة اللي هي السيرous cystadenoma ال-m-c-n وال-i-p-m-n خلي نشوف كل واحدة بهن بهاي الصورة ها هي السيرous cystadenoma اذا تلاحظون انه متكونه من multiple small cysts فبشنو يشبهوها هاي يشبهوها بال-bubble lab ال-bubble lab هو هذا اللي يستخدموها حتى يغلفون الاجزاز حتى ما ينكسر فهاي السيرous cystadenoma متكونة من multiple small cysts فلذلك يشبهوها بال-bubble lab تمام عدنا المucinous cystic neoplasm ال-m-c-n هاي تكون multilocular multilocular يعني هسا هاي cyst وتمشي بداخلها فهد subtations هتقسمها اكثر من قسم مثل ماذا نشوفه هنانا وعدنا ال-ipmn ال-ipmn تكون intraductal يعني من ضمن الدكت وهذا الدكت ممكن يكون الميم pancreatic duct وممكن تكون side duct يعني تطلع من واحدة من ذني التفضعات مع pancreatic duct هاي ال-ipmn بيها فتشغلة characteristic بال-er-cp e-r-c-p يعني تيجي تسوي اندوسكوبي لحد ما توصل لل-ampula أو فاتر فمنا تسوي اندوسكوبي خلين نرجع على هاي الصورة هنانا فتت بالاندوسكوبي وصلت هنانا هاي هنا هي ال-ampula اذا دايطلع من ال-ampula اكو thick mucus فهاي characteristic لل-ipmn ليش دايطلع هاذا thick mucus لان هسا هاي الصيست هنانا مثلا هاي الصيست بداخلها اكو thick mucus اوكي وهي directly connected لهذا الميم pancreatic duct فهاي ال-content مع هاي الصيست هتما تطلع بال-pancreatic duct ونشوفها اثناء ال-endoscopy تمام من نشوفها هاي نحلف عليها انه هاي IPMN تمام زين اخر شي نحكي عال-cystic tumors هو انه المucinous cystic tumors can be confused with pseudo cysts pseudo cysts هو عبارة عن fluid collection يصير ك-complication بسبب pancreatitis سواء acute او chronic فهاي pseudo cysts ممكن الشخص يخربطها ويهي المucinous tumors هاي هي المucinous tumor وها هي pseudo cysts شون راح نفرق بيناتهم؟ التفرقة بيناتهم تكون عن طريق ثلاث شغلات اولا ال-history السودوسيست عادة المسببات مالتها الرئيسيات الاثنين هي pancreatitis سواء قلنا acute او chronic اضافة للتراوما البانكرياتيك تراوما فاذا المريض يجيك ال-history يقول لك انا مثلا صار عندي التهاب بالبانكرياس قبل شهرين او قبل شهر فهذا راح يمشي اكثر ويهي pseudo cysts بينما اذا قل لك لا انا ما صار عندي التهاب بالبانكرياس فهذا يمشي اكثر ويهي المucinous tumors اوكي ثاني شغلة تفرقنا هي ال-radiological appearance on CT and ultrasound المucinous tumors بعض هن يكونن بهم subtations multilocular اوكي يعني يشبهها فات قواطع تفصلها جزئها اكثر من جزء pseudo cysts ما بيها اشي هي مجرد cyst هنا وداخلها fluid ما بيها high subtations اوكي وشغلة الثالثة لتفرق لك اللي هي اهم وحدة هي fine needle aspiration of fluid عن طريق سرنجة تسحب fluid و هذا الفلود اتدزها للمختبر راح ندزها ثلاثة حالي المهمة اللي هي CEA level ال-carcino-embryonic antigen هذا يكون عالي بال-mucinous tumors ثاني شغلة ندزها هي ال-amylase ال-amylase عكس في ال-CEA يكون عالي بال-seudocysts وليس المucinous tumors واخير شيء ال-cytology بال-cytology سنرى inflammatory cells بال-seudocysts اوكي فهي ثلاثة شغلات تتفرق لك شون انفرق السودocysts عن cystic neoplasm طبعا هاي احنا حتشيناها بالفيديو مع البنكرياس بس شوية تكرار لكم حتى تحفظوها زيان هسا حتشينا على الدكتال ادينوكارسنوما وحوشينا على cystic tumors شنو بعض انواع بنكرياتي الكنسر ممكن نشوفها ممكن نشوفها تيومور اسمها solid pseudo papillary tumor اللي هي هاي بهاي الصورة هاي ماليقنا تيومور نادرة نشوف جزء من عدها يكون solid وجزء يكون cystic تمام حتى نحفظ الدسكريبشن مع هاي التيومور كل المعاصفات مع هاي التيومور تيبدي بحرف الاس اوكي هسا هاي solid pseudo papillary tumor تكون slowly progressive نشوفها بال sexually active females وتكون part solid part cystic اوكي فكل هين يبدن بحرف الاس او بلفظ الاس تمام وهاي تكون malignant زيان عندنا نوع لاغ همين يكون rare اللي هو lymphoma of the pancreas يشكل لك اقل من 3% من cancers اللي تطلع بال pancreas طبعا الليمفومة باغلب الorgans مال الجسم لها خاصية انها تكون radio sensitive يعني it responds dramatically to radio therapy فلذلك التريتمت مالتها بالعادة يكون عن طريق radio therapy او كيمو ثرابي او بوث والسرجical resection is not indicated وهاي الليمفومة يعني مو بس بال pancreas and most other organs in the body هي جي حيكون العلاج مالتها لانها تكون radio sensitive تمام وطبعا هاي النقطة تكون عكس الدكتال adenocarcinoma هذا النوع اللي اتفقنا انه هو most common pancreatic cancer الadenocarcinomas بكل انواعها وبكل مناطق الجسم اي ادينو كارسنوما راح تقروها بالجراحة تكون radio resistant سواء كانت ادينو كارسنوما اف دستومك لومال كولون لومال بانكرياس كل هن حشوفوهن resistant to radio therapy بينما الليمفومة تكون sensitive to radio therapy رجاء هاي المعلومة يعني طبعوا لي اياها ببالكم لان راح تفيدكم باقي الكانسرات همين اخر نوع راح نحكي عليه بال pancreatic cancers هو ampulary tumors ampulary tumors ampulary tumors يعني انه يطلعا من ampula ovator مثل ما دا نشوفه هنانا تيجي تسوي اندوسكوبي شوفه يجي فادماس طالعا من ampula وهاي بيها نوعين يعني ما تكون ampulary adenoma اللي هاي تكون mostly benign بس it has malignant potential او تكون ampulary adenocarcinoma اللي تكون malignant هذا الابيرانس اللي راح نشوفه هنانا بالاندوسكوبي يكون characteristic يعني تيجي تسوي اندوسكوبي تشوفه يجي شون القرنابيطة طالعا من ampula ovator فهاي low adenoma low adenocarcinoma بالحالتين احنا لازم ناخذ بايوبسي من عدها لان هاي الادينoma قلنا اتحاز malignant potential فياخذون بايوبسي من عدها ويدزوها pathology حتى يعرفون اذا هي malignant لو لا ذني الampulary tumors البروغنوسيز مالتهن يكون كلش زين احسن البروغنوسيز بالبنكرياتي الكنسر نشوفه بالampulary tumors ليش ليش ذني البروغنوسيز مالتهن يكون زين خلنرجع على هاي الصورة الampulary tumors اذا طرعت فد تيومر احنا الفتحة مال ampula of vater تصير كلش صغيرة فازغر تيومر ممكن استدها فاذا انسدت هاي ampula of vater المريض راح يصير عنده جوندس لان هذا البايل بعد ما راح يقدر يمشي راح يصيرك obstructive جوندس فهي شي اصغر تيومر تطلع لك قبل راح يصير عنده المريض جوندس وراح يراجع وراح يلقون هاي التيومر فذلك بروغنوسيز ما لا تحيكون زين because it's discovered early عكس الدكتال ادينو كارسينوميز مثلا اذا اكو احنا فاد تيومر بالهد اوكي صار احنا فاد تيومر خلنفترض هاي التيومر لازم تكبر وتكبر 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 يلا تضغط لك على البايل دكت وسوي obstructive جوندس وبهالحالة تكون يعني كلش كبرانة بحيث الديزيز صار unresectable ويعني ما الى علاج فلذلك البروغنوسيز ما الدكتال ادينو كارسينومي يكون very poor بينما الامبولاري تيومر البروغنوسيز ما لا تحيكون very favorable وهاي النقطة مهمة تمام فحسا حتشينا على types of pancreatic cancer وحتشينا risk factors خلي نعوف الكلينيكال features على الفيديو القادم إن شاء الله As always thank you so much for watching today's video I hope you guys enjoyed this and good luck and good luck